شكراً سيد رئيس السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة السيدات والسادة البرلمانيون السيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة الصغراء الأصدقاء والأعزاء في هذا الوقت الذي أتوجه فيه إليكم أدرك مدى هذا التاريخ الذي تم النسج فيه مصيرا مشتركا حوار يعود إلى عصور قديمة لا أستطيع هنا أن أتذكر كل السفراء الذين جالوا ضفطي المغرب منذ عصر النهضة الاتفاقيات الروايات على غرار القطان ذلك البحار المهم وإدريس العمراوي الذي قدم للسلطان محمد الرابع نبأ الانتصار وكان هناك أيضا السفراء بشأن التجارة وأمن البحر ولكن كان هناك أيضا الفنانون حيث الذين كانوا يتوجهون إلى المغرب بنظرة قوية دولاكوا، ماتيس، ماجغال، وكل الفنانين والرسامين الرحالة الذين نظروا إلى المغرب باحترام وإعجاب نعم نحن ننتمي إلى هؤلاء وهم الذين ينيرون ذاكرتنا المشتركة نعم إن كانت هناك بعض التعاملات غير متساوية وعصر أيضا الانتدابات والمغرب لم ينعى عن تلك أعمال العنف للفترة الاستعمارية وبعد ذلك كانت هناك اتفاقات واتفاقية فاس وتم تأكيد على وجهة النظر وكان هناك أيضا رجال يسعون إلى احترامي وأيضا حب هذه الامبراطورية القديمة والعريقة من بين هؤلاء Louis Massignon, Jean-Berck وإلى حد ما Uber, Lyoté ولكن مع ذلك الجمهورية كانت عمياء بشأن ما كان يحدث لدى الشباب المغاربي والذي سيمثل لاعقا محمد الخامس وبعد ذلك هؤلاء الرواد الذين شكلوا لجنة فرنسا المغرب مع فرانسوان مورياك وفرانسوان ميتيران وقاموا بدعم مع أمدي لفيرغ من أجل بناء كنيسة ميدلين من أجل تحرير المغاربة هذا هو التاريخ التاريخ يتذكر أيضا شجاعة ماروك بخيس أنتوان مازل في عام 1954 إعادة السلطان الذي تم نفعه إلى مدى غاشقر وكل هؤلاء الأحرار الذين سيمحدون الطريقة نحو المستقبل نعم هؤلاء الأحرار مع جاك بيرك في إطار الوجدان الفرنسي في مركز جان فيدوين الذين تقوم بوضع الأسس الأولى في هذا المجال نعم احتاج الأمر إلى مسؤولين أساسيين مع السلطان محمد الخامس قبل أن نعود إلى المنطق والعقلانية وأن 1995 أعلان سان كلو بدأ عهد جديد نعم آنذاك المغرب وفرنسا أبعدا عن شعبهم حرب السنوات العشر في الهند الصينية وأيضا سنوات طويلة للحرب الجزائرية وبالتالي تم تأكيد على هذا التاريخ بين البلدين وهذا سمح لفرنسا والمغرب تجاوز هذه الجراحة التي تعود إلى الفترة الاستعمارية عندما تعود فرنسا إلى الماضي إلى هذه العلاقات في السنوات الثمانين الماضية تشعر فرنسا بالامتنان لكل هؤلاء الرجال الذين جاءوا من المغرب الذي جاءوا لفرنسا لتحرير فرنسا في ماترات بروفنس في وادي دورون وحيث أيضا كل قوات فرنسا الحرة التي التزمت وفي كل مكان كانوا هؤلاء المواطنين بأزيهم وبأسمائهم المختلفة فدفعوا دماؤهم من أجل حريتنا وكذلك عندما قال جنرال دوغول واعترف بسلطان محمسكا كما قبت ذلك في مقبرة سنغافائل أريد هنا مجدا أن نعبر لهم عن احترامنا وعن امتناننا إذن تلك التضحيات وتلك الحروب ولكن كانت هناك أيضا فترة لقوى الحياة عشرات الآلاف من المغاربة الذين ساهموا بعد الحرب في بناء فرنسا وفي نشاطها الصناعي عاصمتنا مناطقنا مدننا مرسيليا ليون وتولوز لعاف ومونبلييه ليل ميس غرنوبل ومدن أخرى كلها شاهدة على ذلك من خلال هذه الجاليات المغاربية التي تعيش فيها والتي تشارك في حيوية فرنسا في هذا القرن نعم الكثير من المتخبين والرواد الأعمال والرياضيين من خلال أسمائهم وقيم الروحية كل هؤلاء يمثلون ما قدمه المغرب لفرنسا حتى تصبح فرنسا على حالها اليوم هنا في المغرب فرنسا بقت منذ استقلالها الشريكة الوفية لهذا المجتمع أن الجالية الفرنسية الحاضرة هنا بكل تنوعها هي الأكثر عددا في أفريقيا هناك أكثر من أربع واربعين مؤسسا في عدد كبير والألاف من المغارب معظم من المغارب كل المؤسسات الموجودة في هذه البلاد تستضيف كل من يبحثون عن أفق نستعلم لغة العربية للذهاب إلى فرنسا للدراسة أو للتواصل مع الفنانين والنقاش وهنا أيضا أريد أن تؤكد أكثر من خمسة مليون فرنسي يأتون كسياحة إلى هذا البلد نعم في كل زمان وفي كل مكان عندما نتحدث عن فرنسا والمغرب علينا أن نرى أن نحن أليفون لسنا غرباء عن بعضنا البعض ليس فقط لأن سنوات الأندلس كانت إسبانيا بلد تبادل مع ثقافتكم في إشبيلية والجنوب كلها شهود على هذه الأعمال ونحن نتذكر هنا في مخيلتنا كل ذلك نعم نرى كل هذه الأعمال التي تمثل هذا الحب الفرنسي المغاربي كانت موجودة في الأندلس ليست أوروبا وليست مغاربية هي مزيج في هذا البلد من المالي والذهب وأستذكر هنا مقولة أراغون حيث هناك الأغاني والأهزيج والمدن وحيث الرياح تحمل عطر والروائح الطيبة نعم فرنسا طلعت دائما بدور مهم كمعبر نحو أفريقيا نحو أفريقيا ملموسة نعم وبالنسبة للقراء الفرنسيين للكتاب من أصول مغربية وفرنسية البعض هم حاضرون استطيع استذكير عرض طفل العابي ليلة سليماني طهر بن جلون والحائز على جائزة جوائزة فرنسية مرموقة نعم هذا هو أثر الأدب الواقع المغربي المعقد الثري والمتناقض أحيانا هو موضوع كبير هذا ما قاله طاهر بن جلون ويعطي أيضا هذه السرية لهذه الحيوية المهمة وفي هذا الوقت مع جلالة الملك محمد أساس قررنا كتاب جديد معا أريد أن أتشاطر معكم يقيني بأن هذه العلاقات ستتعزز وفي هذا المجال أريد أن أشكر جلالة الملك على كلماتها القوية التي عبر عنها في الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي إزاء فرنسا في هذا المكان أحد أحرق المملكة في العالم المملكة المغربية تتقدم بثقة هذه الثقة بنفسها وبمالكها أن هذه الثقة بالتاريخ وهذا الشباب الذي يود مواكبة إن بثاقها أنتم أيضا تمثلون شعبا من خلال إرادة الملك يؤكد على التنوع الحوار التسامح التي تكون قيما داخل الدستور وداخل المؤسسات إن إسلام التسامح الذي ينادي به أمير المؤمنين جلالات الملك يمثل تحديا لكل أشكال التطرف هذا الغينة في المغرب وهذا التنوع في عالم يسود الحروب ولا تسامح هذه هي القيم التي تتقاسمها فرنسا بقوة ولا تؤكدوا على النهوض بها في أوروبا كجهد فاعلة على المسرح الدولي ولكن من خلال بقائه بوتقة للتنوع الثقافي والفني والفكري وبفضل كل أولئك الذين ساهموا في ذلك خمسة وعشرون عاما مضت منذ أن اعتلى الملك محمد السادس العرش في إطار أعرق أسوالات في العالم وأحد وجوه التقدم التكنولوجي والصناعي أمامنا وخلال الخمسة وعشرين السنة القادمة هناك كل التحديات وكل الأمكانات من خلال تأكيد على هذه العلاقات علاقات صداقة في هذه الذكرى أرى في ذلك فرصة لوبل ضرورة لكتابة هذا الكتاب الجديد من أجل مواجهة هذه التحديات هذه فرصة وهو واجب استراتيجي أن نقوم بالبناء بين بلدنا ولكن أيضا بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب والمطقة المغاربية وأفريقيا أن نقوم بكتابة مشروع من أجل تأكيد على أمكانية أفق جديد بالأمن وقيل الكثير في هذا المجال في إطار يورو ميد أو الاتحاد الأجل المتوسط من بين بلدات أخرى وعين أن نؤكد هنا بأن الثمار لم يتم الوصول إليها بسبب الاضطرابات في شرق المتوسط ومحدثة في ليبيا وفي منطقة الساحل وفي المنطقة المغاربية وبالتالي فأن هذه الفترة هي حافلة بالمسؤولية وبالأمل الجديد من مغرب وفرنسا من مصيرهم إرساء شراكة استثنائية معززة بين بلدنا وأن نقترح للأجيال القادمة خلال الخمسة وعشرين القادمة هذا الكتاب الجديد ببصيرة بشأن الماضي ولكن متوجهين نحو المستقبل وهذا الفضاء يجب أن يكون نظامياً كل الشركاء يقبل أن يكون ضامناً باحترام والتزام وفكر بالهجرة غير النظامية وضرورة تنظيم سلس سلس في المجال القنصولي الكل يعد يدرك هنا بأنها مسألة ثقة متبادلة هناك توقعات من التطلعات لدى الفرنسيين نحن نطلع إلى المزيد من النتائج ونفكر هنا في مطالب التعاون في مجال الأمن ومكافحة جميع أشكال الإتجار التي تؤثر على مجتمعاتنا وعلى دولنا مكافحة الإرهاب أيضاً الذي يجب أن يستمر في اتحاد دين ومكافحة الجريمة المنظمة أيضاً ولسيماً ضد المتاجرين مهرب المخدرات ونحن بحاجة إلى عمل قضائي عن كثب وأوثق نحن نعم ناضل معاً من أجل بناء فضاء مضبوط للأمن والسلامة هذه الأعمال من شأنها أن تسامح في هذه الشراكة الاستثنائية من أجل الدراسة والعمل عدة أيام عدة أشهر عدة سنوات من أجل نسجي العورة بناء على إطار واضح طموح قائمة على قواعدنا المشتركة للسماح بانتقال الرجال والنساء والسلع ورؤوس الأموال من أجل السماح بالأفكار والمواهب أن تتنقل بأريحية يجب أيضاً أن تكون فرصة لإعطاء المتوسط مهمتها الأساسية لتكون همزة توصل إن لم نقم بذلك ولم نخيز ذلك وأن فقط قمنا بالتعامل مع التدفقات البشرية هذا يعني بأننا نتنازل ونخنع ونكون في موقف سلبي هذا المستقبل الذي أريده لفرنسا لأن فرنسا هي كبيرة وعظيمة عندما تفكر بأكبر من طاقتها ونفس الشيء ونأكد بأن هذه الرؤية تتشاطرها المغرب مع بلدنا وكانت فرنسا دائماً إلى جانب المغرب من أجل مواكباتي ديناميكياتي الاقتصادية والاجتماعية في مجال التربية والتعليم العالي ولكن أيضاً في هذا المجال فيما تلعب الشركات الفرنسية الكثيرة التي وثقت بالمغرب وهذه الشركات التي تجعل من فرنسا أول مستثمر أجنبي في هذا البلد وأول جهة تقوم بخلق فرصة العمل ولسيما فيما تعلق بالوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب هو شركة الأول لها في العالم وفي استراتيجية واضحة لنموذجكم للتنمية وأيضاً فيما تعلق بالمشروع الرائع الذي أوليتم من خلال هذا المشروع الثقة فيما تعلق بتطوير المغرب فيما تعلق بطرق الحديثة السريعة نحن نواكب هذا أيضاً فيما يتعلق من أجل التأكيد على خلق فرص العمل بالنسبة لشبابين غداً أستطيع أن أسعيد من خلال المبادلات وبعض الظهر من خلال التبادل مع قطاع ألعاب الفيديو حيث نقوم بإطلاق دورات دريبية بدعم من مدى التلسة الإزاغ ولسيما في منطقة صناعة الألعاب الفيديو الذي يريد المغرب أن يساهم فيها وأريد في هذا المجال أن أتحدث عن البناء التحتية عن الطاقة وكل القطاعات التي تجعل من الحياة مستدامة فيما تعلق بمعالجة المياه والنفايات والتعليم العالي نعم شبابنا وجامعاتنا وجركاتنا تريد العمل المزيد في هذا المجال أريد هنا في مجال نحن نبقى فيه متنافسين هذا المجال هو كرة القدم نعم لأن كلنا نعشق كرة القدم أن مباراة كرة القدم بين فرنسا والمغرب عام 2022 تبقى داميغة في الزاقرة في عام 2022 نعم لعبكم يشكلون ولا عن البطولتنا وهي ربما تقوم بالتقارب بين أسهل من التقارب بين باريس جرمان وفريق مرسيليا وأتمنى بأن استضافة المغرب لكأس العالم نهاية كأس العالم 2030 أن تكون فترة للتقارب بيننا ولنشعر بكل هذه المشاعر الجياشة من جديد في هذا المجال نعم في كل هذه المجالات وفي المجالات الأخرى تموحاتنا واضحة أن نطور معنى شركات استراتيجية تأكيد على التكنولوجيا والاقتصاد والفن ومجالات أخرى نعم من أجل أن نفعل الأفضل ولكن أيضا أنا على قناعة بأن تعزيز مصيرنا في المجالات الأساسية من شأن ذلك أن يعزز تمسكنا بالمستقبل بين ضفتي المتوسط تحديات هي كبيرة في تغير كبير في هذا المجال كما تعرفون وكما أعرف ليس هناك مستقبل لأطفالنا إن لم نستطع النجاح في الانتقال في مجال الطاقة ومكافحة الاحترار في باريش في عام 2015 وفي المغرب في مراكش في مخلالي استضافة مؤتمرات المتحدة للمناخ بلدان أطلع بدور أساسية وبارز على المسرح الدولي إن هذا الالتزام الذي نستمر فيه وأريد هنا أن أشيد بالعمل الصارم الذي تقوم به في مجال المياه والتكيف أعتقد أن القليل من البلدان الذين واجهوا هذا التحدي بكل هذه الحماسة وكل هذا الابتكار والاشتراحة إن طرق المياه وسياسات تحليط المياه في مدنكم من أجل مواجهة التحديات الزراعية وأيضا التحديات التي تتواجهها المدن وهذه التحديات ما تنفكوا تزداد هذه المدن التي تستقبل كثير من السكان والكثير من الشباب أن الوصول إلى المياه ومياه الشرب ومياه السقاية هي أمر ضروري والمغرب في هذا المجال يستطيع أن يعلم الكثير باقي أنحاء العالم والتالي فإن الطرقات السريعة إلى جالس تعبير المائية من شأنها أن تساعدنا في هذا المجال المجال السيادة في مجال الطاقة المغرب لديه موالدة فريدة في مجال السدود التوليد الكهرباء المائية وأيضا هناك الكثير من مزارع الطاقة الشمسية والهوائية وبالتالي يكون للمغرب أن يكون طرفا فاعلا لمصادر الطاقة المتجددة سواء فيما يتعلق بالطاقة الخضراء تستطيعون تخفيف من تخفيف غاز الكربون في سنعاتكم وتستطيعون أيضا أن تقدموا بصورة تكميلية من أجل التقييم وتزويد أوروبا بهذه الطاقة أعتقد أيضا بأن مستقبل المتوسط يمكن أن يمر عبر هذا الممر ممر الهيدروجين لتوليد الكهرباء الذي سيربط بين بلدين وهذه الطرقات الجديدة هي عبارة عن محاور أساسية للنمو في طرفي المتوسط نعم هذا مفتاح أساسي في مجال المنافسة وأن اتفاقات التجارة الحرة من أجل بلدين وهناك فائدة للبلدين وهذا الأمر سمح بجعل من المغرب منصة أساسية للصناعة الأوروبية والفرنسية في المحل الجديدة من العولمة التي نعيشها منذ فترة الجائحة وفي الوقت نرى بعض السياسات غير التعاونية من بعض الأطراف والتي تنشأني أن تتعزز في المستقبل وبالتالي فإن سلاسل القيم هي تشكل مسألة أساسية بالنسبة للتنافس بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لأوروبا نحن نفكر بصورة مستدامة من أجل دمج سلاسل القيم بين أوروبا وإفريقيا هذا مفتاح أساسي في هذه المناطق الجيوسياسية الكبيرة من أجل مكافحة التشدد التجاري حيث بعض الأطراف قررت ذلك أصلا إذا أساس التعاون هذه يجب أن تكون واضحة عقلانية مستدامة وعادلة بالنسبة للشركات الفرنسية هذا يعني أن تعمل مع المغرب بفقا للمصلحة المتبدلة أخذينا بعين الاعتبار الخدمات والجوانب الصناعية هذه المجالات الاستراتيجية ستفون في صميم اللقاءات الأعمال الفرنسية المغربية التي سأختتمها بعد ظهري اليوم وأنا أعرب عن ارتياحي للمشروعات وأيضا للتوقيعات بالإضافة التي وقعناها البارحة الواحد والعشرين اتفاقا من طرفي المتوسط نحن وعلاقنا بين رأس المال البشري سيكون الأمر الرئيسي لمواجهة كل التحديات وبالتالي فنح مسائل التربية والتعليم العالي والتأهيل المعني هي أساس السياسات العمومية لبلدين إن المغرب وفرنسا تندرجاني في هذا المكان في إطارة فرنكوفونية حديثة وهذا ما قمنا باحتفاء به في فيلا كوتري وهذا أيضا فرصة لشبابين هنا أكثر من مائتي وعشرين مليون وخمسمائة مليون سيكون عدد ناطقنا باللغة الفرنسية في عام 2050 نحن نواجه تحديا كبيرا أولوياتنا هي أيضا هي أولويات الجهات الكبرى العالمية التي تريد أن تستغل وتهمنا على هذه الأسواق المواد الأولية ولا يريدون تقديم أي هدايا لا للمغرب ولا إفريقيا ولا لفرنسا وبالتالي إذا أردنا أن نواجه كل التحديات التي ذكرتها تحدينا متعلقة بالمنافسة بالدمج في مجال الطاقة والمجال الرقمي والبحث في المجالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي في هذا المجال علينا أن نقوم بالاستثمار بصورة كبيرة في التدريب والتكوين وتطوير أنظمتنا التعليمية والتبادلات التعليمية وأن نقوم بالتكوين والتأهيل في جميع المجالات الحاسمة نحن قررنا خلال هذه الزيارة أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأن نقوم بإجراء شركات أكاديمية جامعية فيما يتعلق بمهن الصناعة والصحة والرقمي في المجال الرقمي وأيضا الزراعة والأغزية هذا مهم جدا للأمل الغزائي في بلدين وللقارة في كل هذه المجالات أي نستطيع أن نقوم بالتأهيل المؤهلات والطاقات حتى يستطيعوا أن يسافروا وأن نحتفظ بهم هذا التحدي الأساسي وبالتالي فأن هذه الشراكات المستقبلية يجب أن تكون ملؤها الاحترام وهذا أمر ضروري بالنسبة لشبابنا في نفس الوقت علينا أيضا نقوم بإرساء الأسس من أجل التنقل ولسيما في مجال البحث والمشروعات وخلق الشركات والمؤسسات مبادرات اتخذت في مرحبا بيها اتخذت في الأشهر الماضية ولسيما فيما يتعلق بالتعليم العالي الفرنسي المغرب يحصرون على تأشيرات للانتقال ونحن نستمر في هذا العمل مع المغرب للقيام بمثال نموزجي من أجل الاستفادة من ذكائهم في مشروعات مشتركة إن التاريخ واللغة وهذه الأسس التي تم إرسائها منذ قرون كلها تشكر أسسا ومحاسنة بالنسبة للأجيال القادمة علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا إن لم نعمل في هذا المجال أي إن لم نعمل في إطار طموح خاص جبابنا فكلانا سنخضع لنداءات البلدان الأخرى التي ستأخذ كل هذه المواهب وماردنا وتساهم في تضعيف شراكتنا وبالتالي لأننا لم نستطع أن نستفيد من تلك القيم كل هذه المجالات ما أدعو إليه وما أتمنى في كل هذه المجالات التي ذكرتها أتمنى أن هذا الكتاب القادم لمستقبلنا كما ذكر العاهل محمد السادس نتمنى أن تكون لدينا طموحات كبرى بغض النظر عن بلدينا نحن نريد كتابة كصفحة جديدة من أجل المستقبل وتطوير القارة الأفريقية نعم خلال كل العقود الماضية فرنسا والمغرب بقيتا صديقتان في فترة الاضطرابات وكانت فرنسا دائما دلجان المغرب في المسائل الوجودية التي واجهها المغرب وأفكر هنا وبشكل أساسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية ففي هذا المجال أنا أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤية من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في الثلاثين من تموز الماضي وأنا أؤكد على ذلك أمامكم بالنسبة لفرنسا أن حاضر ومستقبل هذه الأراضي تأتي في إطار السيادة المغربية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذه المسألة وخطة الحكم الذاتي لعام 2016 هي الحل الوحيد لهذا النزاع وفقا لفوضات الأمم المتحدة نعم في إطار تاريخ احترام هذا الموقف هو الموقف الذي ستسعى فرنسا لتنفيذه والذي ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية وأقولها هنا بأن هذا الموقف ليس فيه عداء لأي شخص هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة المغرب ومع الاتحاد الأوروبي وأريد هنا بكثير من القوة المشغلون الفرنسيون والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات مبادرات مستدامة لصالح السكان المحليين بين المغرب وفرنسا إنه تاريخ بين أيدينا تاريخ منفتح نحو أوروبا ومنفتح نحو أفريقيا وأعتقد بأن هذه الرؤية تشاطرها الملك محمد السادس من الحوار بين القارتين ومشان أن يفتح طرق جديدة ليس فقط الهروب والهجرة غير قانونية وفي الاتحاد الأفريقي نريد أن نقول أن نؤكد بأن أفريقيا هي قارتي وهي منزلي كما قيل ولذلك بأن هذه الشراكة التي نريد أن نعززها وهذه الشراكة التي أنا أمن بها إيمان عميق أن الكل يدرك بأن القارة الأفريقية هي القارة التي سيتم تحديد مستقبلنا فيها بالتعاون مع أفريقيا حيث منظار الماضي قد تغير بالتعاون مع الدول والمغرب مع تاريخه وجغرافيته وتخافته ورؤية قادته المغرب يؤكد على مصيره كعمزة وصل كمنصة كطريق فريد إن استقراره واستدامته هي ميزات نحن نقر بها وبالتالي من شأنها أن تفضي إلى مبارات مشتركة ولذلك فأني أؤمن إيمانا عميقا بأننا معا علينا أن نعمل وأن نشرع وأن نستطيع أن نستلهم من بلدكم ومن عملكم في الصحراء وفي الساحل نعم في هذه المنطقة نحن بحاجة إلى استقرار يحترم الشعوب ومشروعات لصالح الشباب هي وحدها ستسمح بالاستقرار ومن شأنها أيضا أن تطع حدا لطرق المأساة والإتجار من خليص غينيا إلى ليبيا التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي أنا أعول كثيرا على هذه الاستراتيجية الجديدة التي فيها نستطيع أن نعمل في هذه المنطقة حيث فرنسا بكل تواضع تسعى إلى بناء اشتراع شراكة استراتيجية جديدة تم اتهامها ظلما في هذا المجال هي واجهت بعض الخلافات وساهمت في إبقاء بعض الدول ضد الإرهاب وأنا أتذكر هنا لأطفال بلدنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار منطقة الساحل في مالي وفي مناطق أخرى نعم هذه الشراكة الجديدة مع أفريقيا ومع هذا الجيل الجيد الذي نود بنائه في الصحراء وأيضا في منطقة الساحل في مجال الزراعة والمشروع للطاقة وطاقة المجال الرقامي نعم هناك محاور في هذه المجالات نستطيع بناءها معنا بناء جسور الطاقة التي تحدث عنها التأكيد على سياسات الأمن الغذائي وغدا سنعمل في هذا المجال ونحن شركة أصلا في هذا المجال ما خلال كومبوس مع المغرب ومع أيضا الأكاديمية المستقبلية للمياه ونحن في الخطوات الأولى لهذه الثورة القادمة وأريد هنا أن أشيد بالدور الإيجابي في هذه الشراكة لبلدكم هذا الدور الذي يطلع بلدكم مع الجوار من لجي التأكيد على علاقات ثنائية ومستقبل هذه العلاقات الثنائية وتحقيق هذه المشروعات الطموحة أنا اقترحت على الملك محمد السادس أن يكون هناك إطار استرادية جديد بين المغرب وفرنسا يمكن التوقيع عليه بعد سبعين عاما من اتفاقات سانكلو في إطار زيارة دولة يجريها إلى فرنسا العاهل المغربي محمد السادس وهو وافق على ذلك مع العاهل المغربي نريد أن نكون هناك لجنة مشتركة مجل تقديم أفكار اعتبارا من الفصل الأول لعام 2025 لإيجاد الملامح الأولى وبالتالي المغرب وفرنسا سيكون أول بلدان خارج الاتحاد الأوروبي نحن ننخلط بهذه القوة في هذه المجالات وبالتالي ستكون أيضا فرصة بأن هناك قيم مشتركة تجمع بيننا وهذا الاتفاق من شأنه أن يقوم بحشة المؤسسات والشباب والمواهب من البلدين حتى تكون ضامنة لما نقوم بالتقي عليه وهذا أمر أيضا سيسمحه لنا بطسيط ضوء على تضامننا وأن نقوم بتوفيق أصواتنا على المسرح العالمية وفي هذا المجال نحن نتوجه إلى شرق المتوسط في هذه المنطقة من الشرق الأوسط التي هي غنية وقريبة بالنسبة لفنسا والمغرب واليوم هي تعيش في متاهة مع كل التداعيات المساوية في السابع من تشيء الأول أكتوبر عام 2023 شكل هجوما برهمجيا قامت به حماس ضد إسرائيل وضد شعبها وإسرائيل لا الحق في الدفاع عن شعبها ضد هكذا تهديد إن فرنسا فقدت 48 من أبنائها وأثنين من بين الرهائل المتبقين في غزة ولكن ليس هناك أي شيء يبرر هذه الحصيلة في الأرواح البشرية في غزة ومن المدنيين ولذلك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة وإن فرنسا من فكت تطالب بذلك منذ شهر نوفمبر 20 الأول الماضي من أجل تحرير الرهائن وحماية السكان والسمح أخيرا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في لبنان أيضا يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ووقف العمال العسكرية نحن نعمل على ذلك منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشركاء الأمريكيين وآخرين ولذلك ووفقا لهذه الرؤية أنا دعوت إلى وقف الصادرات العسكرية إلى مجلد وقف الحرب في لبنان وغزة وبالتالي أن فرنسا تدعم أن نسمح للشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني أن يحصلوا على آمالهم بالأمن والسلام وأن يستطيع جميع النازحين العودة بأمان إلى منازلهم تعرفون التمسك التاريخي لفرنسا بحل الدولتين علينا أن نقوم بعادة إطلاق هذه المدرة الرئيسية من أجل إدراج السلام في أجل طويل الأجل في المنطقة أنتم تعرفون التزاما الذي لا يتزعزع في مكافأة معادة السامية في فرنسا وفي جماعة العالم أن هذا الالتزام هو التزام لا يتزعزع وأقول ذلك في إطار زيادة العمال المعادة للسامية وأعرف أيضا بأن هذا العمل أيضا هو من إرث المملكة المغربية نستطيع أن نعمل معا من أجل حماية التماسك المجتمعي والقيم التي نتمسك بها في هذا التحدي المغرب من شأن أن يقدم الكثير أريد هنا أيضا أن أشيد بعمل جلالة الملك محمد السادس وهو أيضا رئيس لجلت القدس وعلى التزامه الشخصي من وجه تقديم المساعدة الإنسانية السريعة للشعب الفلسطيني واللبناني الذين هم بأشد الحاجة إليها وأحي أيضا حجة جهودي وحجة جهود المغرب من أجل خفض التصعيد والعودة إلى الحوار وأطلاق عملية سياسية ذات مصداقية في هذه الفوضى الحالية حيث هناك المضطرفون من كل طرف المغرب يحمل صوتا قويا وفريدا هذا يبدو لي طريق العدل نعم طريق عادل يذكرنا بالتزامات نواقية من المشتركة ويدعون إلى الوصول وتقديم الأمل إلى هذه المنطقة وإلى هذه الشعوب التي لا تملكها اليوم أنا أعرف بأنه في باريش وفي الرباط نحن نتشاطر الهم نفسه ونعمل في الاتجاه نفسه السيدات والسادة البرلمانيون أيها الأصدقاء الأعزاء أن الرؤية البصيرة والمتبصرة لأملة محمد السادس والإنجازات التي قام بها خلال السنوات الخمسة وعشرين من تعليل العرش هي تدعونا إلى التوجه نحو المستقبل وحسب ما فهمتم هذا يعني بأننا معكم وإلى هذا ما أردت القيام به إلى جانبكم ومعكم نتمنى أن تكون زيارة الدولة هذه أن نعمل من أجل كتابة هذا الكتاب الجديد ونسمح لبلدين بالتقدم بتصميم في هذا القرن غير اليقينية ومن أجل تأكيد على صداقتنا لعلنا نكون على مستوى هذا الطموح مستندين على تاريخنا وعلى شبابنا عاشت المملكة المغربية وعاشت فرنسا شكرا